فتحت العقوبات الأمريكية على طهران المجال للغة التهديد بين الطرفين لسيما بعد إن دخلت تلك العقوبات حيز التنفيذ فبعد تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق بأن إيران قد تغلق مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وقف صادراتها النفطية عاد وزير الخارجية محمد جوال ظريف ليقول إن بلاده ترفض إيقاف صادراتها النفطية في حين يواصل الآخرون عمليات التصدير في شارة للتلوح بغلق مضيق هرمز إيران لم تجد سبيلا لمواجهة العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها سوى التهديد لسيما بعد فشل السلطات في طهران بتحويل الصراع مع واشنطن إلى صراع أمريكي أوروبي حول المصالح فعلى الرغم من نقد العديد من دول أوروبا كألمانيا وفرنسا وإيطاليا للعقوبات الأمريكية التي لا تراعي مصالحهم إلا أن الشركات الكبرى في هذه الدول لم تنساق وراء الموقف السياسي وبدأت بالانسحاب خوفا من أن تشملها تلك العقوبات التهديدات بين الطرفين تأتي في وقت تراهن فيه السلطات في طهران على الخروج من الأزمة عبر بوابة الوساطة العمانية التي سبق وإن نفت طهران علمها بها الخارجية الإيرانية كانت قد كذبت خبر وصادة مسقط خلال زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى واشنطن ولقائه المسؤولين الأمريكيين بيد أنها صارت تتمنى أن تفضي مثل هذه القنوات إلى نتائج فعالة لوقف التوتر مع إدارة ترامب أما المراقبون فقد أكدوا أن الترويح المستمر بإغلاق المضيق يؤكد عدم امتلاك إيران أي ورقة ضغط تحول دون مضي ترامب في إجراءاته ومنع العقوبات عليها مشيرين إلى أنه من الواضح أن السلطات الإيرانية كانت تتوقع أن تقف التهديدات الأمريكية عند مجرد التصريحات الأعلامية المتشددة موسيقى